السؤال هنا كابتن إيهاب من وجهة نظرك أسباب خروج منتخب الجزائر إيه؟ ممكن نقول سوق توفيق في الأول وفي الآخر لكن كمان سقة زيادة عن لزومة كده يعني كان كل حتى تصريحات الإعلام الجزائري واللعيبة من قبل البطولة برضه تحس اللي فيه سقة كبيرة جدا منتخب الجزائر منتخب الأقوى في أفريقيا وهو حامل اللقب وكل الناس متخاوفة لتقابل منتخب الجزائر في المنحرة الأخيرة من تصفى كاس العالم لكن الكرة ما بتعترفش إلا بالمجهود بتعترف بروحك وأدائك داخل الملعب المنتخب الجزائر عندهم بس يا كابتن برضه بيفتقد لعناصر كتيرة كان فيه انخفاض ملحوظ لبغداد بنجاح يمكن من كاس العرب كمان أنا شايف بغداد بنجاح ما بيقديش على المصاول مطلوب يمكن كورت الشناوي أعتقد معاه أسارت كمان في البطولة لكن مش هو كان بغداد كان بليلي هو الظاهر بشكل كبير لكن حتى رياد محرز في البطولة ما بيقديش بشكل كويس جدا إسماعيل بن ناصر في خط وسط منتخب الجزائري أدى بطولة مش على ما يرام لأن ده كان أحد عناصر التفوق الجزائري في بطولة كاس الأمور أفريقية مسبوط في مصر هنا وكان معاه عدلان كاديورا لكن غياب عدلان كاديورا عن المنتخب الجزائري في البطولة دي أثر بشكل كبير جدا على خط وسط المنتخب الجزائري بشكل كبير وده كان من العناصر اللي ساعدت شكل أو صهور شكل المنتخب الجزائري بالشكل كمان عارف كمان الفردية اللعب الفردي مشكلة كبيرة جدا في المنتخب الجزائري في سواء كمان في النيحة الوجومية رياد محرز بجانب إن كمان المنتخبات التانية بتلحب قدام حمل اللقب فهيعمله أقصى مجود وقدام النجوم كمان الكبار بالضبط واحد زي رياد محرز واحد زي ساديو مانيف بالضبط وعند البيكيتة حمد صلاح حمد صلاح طبعا بالضبط طيب كابتن دويدار يعني خلينا بقى ماتش مصر وكوت دفوار إحنا شفنا نهاردة كوت دفوار تمام شفنا فرقه قوية جدا